أبرز الصعوبات التي واجهها الدبلوماسي في حياته اليومية سؤال ممتاز عزيزي الدبلوماسي هذا بتوقف على البلد اللي هو فيه فيه بلدان صعبة انت ومقدرتك انت وصبرك انت وثقافتك انت وتعليمك انت وتجربتك اللي تخليك تتغلب شوي شوي على الصعاب فيه بلدان يعني طبعا هو السفير المرات بسميه سيارة مطافي مرات هيك بتيجي عدى 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 دوره لكن انا بالنسبة الي مثلا تيجي تقول لي في السعودية فيش اشي تقول فيه صعاب تسميه اليمن برغم يعني يعني مش تعقدات الحالة العشاء القبلية وفي اليمن أنا والله ما يسمي عنك فلسطيني فوق العين وفوق الراس مباشرة ابدا وتماتيك الاتين هدول بيطلعوا هيك على الدماغ فوق العين وفوق الراس ليبيا ايضا ليبيا بتحس كمان انه جزء منك ولذلك أنا لو فيه إشي أستطيع أحكيه حتى كتجربة مش راح أوفر لكن أنت بعرات بتكون في بلد صعب هنا السؤال أنا بصراحة في كل البلدان اللي أنا خدمت فيها لم أجد إلا السلاسة الاحترام التقدير لأ مرات في بلد ما في السياسة شوية يعني بيجي دورك كيف تستطيع تخفف كيف تتواصل مع قيادتك تقريب وجهات النظر تقريب وجهات النظر أيضا أيضا في مرات مواقف بتحس إنها مصنعة مبتدعة من الفتنة على طريقة شأس بن قيس يهرف بما لا يعرف وعلى طريقة هذا صانع حكايات الفتن مثل ما الآن بنمر إحنا بمرحلات صناع الفتن هنا بيجي دورك كسفير دور أيضا الزملاء في السفارة ومبجديد ترى صناع الفتن علينا من على عهد الرسول موجودين يا عم في العالم موجودين بس مرة طبعا بس هاليام أسهل وأسلس هلأ تواصل هلأ السوشال ميديا ويلا أخبط واخطبط لك إشاعة ما تحتاج جهد كثير أبدا أنت بتغني ليلة عين وقاعد بتمدد على البحر تعمل لك تغريدة شعللة الدنيا هلأ هنا بيجي دور العقل بيجي دور السياسة الحكيمة بيجي دور أيضا التواصل السريع مشان تصب بالمية على هذه الحريقة وتطفيها براغم أنه البعض تصب بنزين مشان يولعها هذا موضوع المواقف السفير يعني ممكن يواجهها نعم نقول الله يعينكم أنتم تأدون دور كبير كسفراء نرجع للشباب أحد فيه عند مشاركة طب أولا أخير ترحيبي بساعة السفير وبك الأخ التركيم سؤال خفيف لساعة السفير شخصيا غالبا ساعة السفير بحكم التنقل من دولة لدولة